طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في قتل 30 شخصا على الأقل في الاحتجاجات منذ يناير كانون الثاني 2018 وذكرت أن المسؤولين الإيرانيين لم يبدو أي مؤشر على إجراء تحقيقات نازيهة في تلك الوفيات أو في استخدام أفراد الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتظاهرين بسبب التجمع السلمي وأطلاق سراح المحتجزين